أهلا بحضراتكم من جديد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني حرصه المستمر على دعم أفكار ومشاريع الشباب وشبات الرياديين والرياديات والتواصل المستمر معهم وأكد فخره بما حققوه من إنجازات وأوضح الملك خلال لقائه شبابا رياديين من مختلف مناطق المملكة أهمية دور الرياديين وأفكارهم في الحد من الفقر والبطالة وإمكانية الاستفادة منها وتطبيقها في جميع مناطق المملكة وأشار الملك إلى أهمية الاستفادة من البرامج التي تقدمها الحكومة لدعم الشباب والشبات الرياديين معنا مؤسس أحد مراكز الحمية الغذائية في دير علا أو مؤسسة إيمان بصيام وأيضا معنا شريك المؤسس في شركة جعفر شب زيد الجازي أهلا وسهلا بكم في صباح المملكة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم يسعد صباحكم فعليا لقاء جلالة الملك تجربة خاصة بالنسبة لكم نبدأ معك إيمان كيف كان اللقاء يسعد صباحك علي وشكرا لكم على هذه الاستضافة الحلوة طبعا أنا كان إلي الشرف وكنت فخورة جدا بلقاء جلالة سيدنا الله يحفظه يا رب ويديمه إلينا ذخره سند للوطن طبعا هو شجعنا والحمد لله كان اللقاء جدا ناجح وإحنا كشباب رياديين اتفقنا مع بعض رح نكون إيد وحدة لحتى نقضي على البطالة ونوفر فرص عمل لناس ما عندها عمل طيب زيد يعني بالنسبة لإلك هذا اللقاء شو بعطيك شو بضيف لك بالإضاءة يعني أول شيء نثمن أول شيء نشكركم على هذا اللقاء الكريم بتلفزيون المملكة نشكرك على الاستضافة نثمن هذا اللقاء العظيم لرؤية جلالة سيدنا والحديث والحديث كان هو عبارة عن حافز وهو محفز رئيسي للشباب اليوم ملألنا كان أنه نعمل أكثر نعمل بجهد أكبر وبمسؤولية يعني وضع على عاتقنا مسؤولية أعظم فإحنا اليوم صراحة كان الرسالة كانت واضحة من جلالة سيدنا أنه أنا محتم فيكم الدعم واضح وجلي أنه كيف نخلق فرص عمل بالسوق الأردني كيف نساهم بعملية الحد من البطالة والفقر في المجتمع المحلي وكيف إحنا ممكن نحفز برضو أقراننا وزملائنا أنهم يعملوا ويبدأوا بمشاريعهم طيب زيد قبل أن نروح للمشاريع سؤال دائما يعني أي حدا من الشباب الرياديين بقابل جات ملك من سأل سؤال مين وراكم؟ مين دعمكم؟ كيف قابلت وجلالة الملك؟ مين وسطكم طيب؟ أنا بصراحة كأيمان وسط أهلي هم اللي دعموني هم اللي شجعوني بعد الفكرة أنه هم اللي أعطوني هنا أنا لازم أفتح مركز حمي غذائي بمنطقتي لأنه منطقة تفتقر لهذا المشروع توجهت لصندوق التنمية والتشغيل من خلالهم حصلت على القرض وبلشت إجراءات المشروع يعني الواسطة أهلي والأي حدا يا جماعة والجهد هذا اللي دائما بنحاول أن نأكد عليه بأنه دائما في ناس على السوشيال ميديا مباشرة أنه مين هدول ومن وين يجوا ومين دعمهم فعليا الجهد والمشاريع والأفكار اللي عم تطلعوا فيها والأعمال الريادية اللي عم تطلعوا فيها هي اللي عم بتوصلكم بأنه آه أقابل الملك وبقعد معه بنحكي عن المشاريع الريادية بنحكي عن المشاريع زيد حكينا شوي عن مشروعك وكيف كنت مبادر بأنك تكون واحد من أوائل الشباب العربي بفكرتك إحنا يعني فريق كامل ومتكامل بجعفر شب نحن أعضاء مؤسسون أربع شركاء قمنا يعني بعد ما رأينا مواقع متخصصة بموضوع اللي هو العدد اليدوي والصناعية الحاوس امبروفمنت تولز أو أدوات تحسين المنزل إنها في إلها مواقع إلكترونية متخصصة في البيع في بريطانيا وأمريكا زي مواقع معينة يعني معروفة وقمنا صراحة شوفنا يعني بالوطن العربي وبالأردن تحديدا ما في موقع متخصص بهذا المجال وبنفس الوقت ما في محتوى عربي يعزز اللي هو عملية ثقافة الاستخدام ثقافة الاستخدام أو نشر ثقافة الاستخدام وأنه تشرح اللي هي how to fix أو مثلا كيف تعمل الشغل بإيدك وفيه شغلات اسمها minor repairs أو هي الأصلاحات الطفيفة في المنزل ممكن تعملها أنت بإيدك بدون ما تحكي مع فني أو تحكي مع أي حد ممكن أنت تعملها بأقل الأمور بأقل التكاليف وبأقل الجهد فإحنا صراحة بهذا الموقع عم نعزز وعم ننشر رسالة أنه يا عمي لا إحنا بتقدر تعملها حرك حالك وإحنا معك عم نعطيك المحتوى العربي وإحنا أول محتوى عربي بهذا الخصوص فعم نشوف فيه صار عندنا قاعدة جماهير أو قاعدة زبائن من أصحاب الهوايات هل في أسئلة بتجيكم استفسارات معينة بتحاولوا تصدروا فيديوهات مشان يتعلموا الناس على طبيعة استخدام أدوات معينة نعم بالتأكيد نحن نعتمد على شغلتين نعتمد على الفيديوز والأورتيكلز المقالات والفيديوهات المقالات هي صراحة أقل تكلفة علينا فبالتالي نعم نشتغل عليها أول بأول الفيديوهات نوعا ما بلشتها نلاقي الشركاء ورعاء أو سبونسور لأنهم يساعدوننا نعمل فيديوز بكل خصوص بكل مجال بكل أداتها نحكي معك إيمان عن مشروعك حمي غذائية هو مركز مركز حمي غذائية مركز تغذي وحمي غذائية يعالج السمنة ونحافة تمام بوجود جهاز عندي اسمه جهاز الانبادي هذا الجهاز بعمل عليه فحص يعطيني مكونات الجسم كاملة من وزن دهون عضل سوائل بروتين يعطيني الكالوري اللي بيحتاجها الشخص خلال يومه أنا من خلال هذا الفحص أنا بعطي الحمي الغذائي اللي بتناسب الشخص وحالته الصحية طب فعليا هذا الجهاز ممكن يكون موجود بأكتر من المركز موجود بأكتر أشي كام مميز المميز في أنه مثلا أنا لما أخذ حمي غذائي رح ينزل وزني تمام بس أنا ما رح أعرف أنا شو اللي نزل عندي هل هو سوائل دهون عضل هذا الجهاز بفصلي شو نزلتي نزلتي دهون مثلا نزلتي عضلات طبعا بفصل بالإيدين بالرجلين بمنطقة الورك الحوض يعني بعطيني بالتفصيل شو أنا مثلا نزلت من هاي المنطقة شو صار عندي زيادة ممكن زيادة بالسوائل طب زيد زيد يعني بالنسبة لإلك بعد لقائك بجلالة الملك وسمعت منه بشكل مباشر النصائح اللي أعطاكم ياهجات الملك تنقلها لبقية الشباب اللي عمل على مشاريع ريادية لتحسين المجتمعات المحلية طبعا النصائح هي كانت جزء أساسي من اللقاء هو اللقاء بحد ذاته هو نصيحة وهو حافز اليوم الرسالة هي أنه أنا يعني جلالة سيدنا رسالة واضحة للشباب اعملوا إحنا وراكم إذا عندكم في تحديات في عندكم مشاكل إلها حلول وبنفس الوقت تكونوا think tanks تابعونا يعني أنتوا دائما برضو ضلكم إحنا منعتمد عليكم يا فئة الشباب فأنتوا دائما أعطونا الحلول وبادروا بالحلول فلا تنتظروا أنكم يعني تنتظروا الوظائف التقليدية وتيجي الحلول جاهزة بالعكس أنتوا بادروا وإيش في أرياز معينة أو مراتق معينة فيها مشاكل أنه رح ندعمكم فيها وحاولوا وصوا صوتكم بالضبط وإيصال الصوت ويعني الدفاع عن المشاريع اللي إحنا عم نعملها هو جزء واجب علينا لأنه هاي بتحفز أقراننا برضو بالسوق المحلي إحنا اليوم دورنا نخلق فرص عمل دورنا ننتج فبالتالي خلق مزيد من فرص العمل هو مزيد من الإنتاج مزيد من الإنتاج هو مزيد من فرص العمل فهي دائرة بالنهاية كاملة ومتكاملة بشكل سريع إيماني أنت تجربتك كانت مع الأهل إيش رسالتك لكل الأهالي لا يدعم أولاده لازم أول شيء أهم شيء الثقة بالنفس دعم الأهل لأنه إذا إحنا ما دعمونا أهلين أكيد من رح يدعمنا طبعا طريق النجاح فيها عقبات لازم أنا أمشي وأواصل حتى أوصل له هدفي لا لا لازم أن أوقف عند أي عقبة يتواجهني لازم أن أظلني قوي ويكون عندي طاقة إيجابية حتى أوصل للي أنا بدي نتمنى لكم التوفيق والاستمرار بمشاريعكم إيمان أبو صيام مؤسسة أحد مراكز الحمية الغذائية في دير علا أهلا وسهلا بك وأيضا شريك المؤسس في شركة جعفر شبزيد الجازي شكرا جزيلا لك ودائما نحكي تأكيد بأن العمل الجاد والخروج بأفكار إبداعية وخلاقه الذي يمكن يوصلنا دائما لطريق النجاح شكرا جزيلا لكم شكرا